اشتركوا في القناة وما دوقكم بهو قال وذاك قال انا راح اخذ الدور بهاي القصة اسمي عبدالعزيز شاب واشتغل بشركة وشنت دائما اروح للشركة ماتي وارجع عندي اصدقاء لكن ما اختلط بيهم بصورة متتالية وشانوا يحبوني وشانوا دائما يعزموني وشنت دائما انا ارفض عزايمهم وشنت ما اختلط بيهم يعني لما ارجع للبيت خلاص بعد ما اطلع مرة ثانية لانت شنت متزوج وخلاص وانت وقت كله العائلتي وباحد الايام اصدقائي بالعمل قلولي انت راح تضل على هاي حالتك ودائما منطوي وما تطلعوا ايانا وانا شنت اجاوبهم وقل لهم خلاص يكفيني انو انا جاي اشوفكم بالشغل والله يعلم انش قيد احبكم وهذا الكلام شنت انا احتيه من كل داخلي وصادق لكن الوقت مالتي اولى العائلتي والاطفالي فبدوا يلحون علي ويقولولي احنا نريد ناخذك المكان اكو جلسة سامري لازم تروح بيها طبعا تعذرت من عندهم جدا وقدت لهم انا جلسات سامري ما اروح لها وما احبها ابد ظلوا يلحون علي ويقولولي امشي اروح وشوف شون جلسة حلوة وهي كانت بهذا اليوم بعدها قلت لهم الله كريم من انا لما يخلص الدوام انطيكم الجواب وبعدها صدق خلص الدوام ووافقيت بسبب انه هم لحوا علي واستحايت جدا من نفسي انه كل ما يطلبون من عندي طلب انا ارفض عيب هيش ما صارت صداقة قلت لهم خلصوا الروح بس من اتأخر قالوا من اتأخر هي تبدي الساعة ثمانية وتنتي الساعة بالدعش وانت بكيفك اذا تريد تروح بالعشرة انت عندك سيارة شغلها وروح وبذاك اليوم صدق رحنا تقريبا على الساعة سبعة واكو شباب بدأوا يجهزون بالمكان والقعدة وتقريبا اجبتني الاجواء لان كانت القعدة شبيرة جدا وقعدة على الارض يعني عربية وجدا مرتبة بذاك الوقت وشعلوا جمر وجابوا حتى اكلوا اكنة وبعدها لما صارت الساعة ثمانية بلشوا شخص يغني والباقين يلعبون ويسوون اشياء ويطلبون من عنده اغاني كانت الوضعية جدا طبيعية لحد الساعة بالتسعة لكن لما اجدت الساعة تسعة اتغير كل شي بذاك الوقت اجوي اربع اشخاص وذول الاشخاص لما اجوي ودخلوا المجلس اللي احنا قاعدين به كل الوضعية اتغيرت لما اجوي حتى الشباب اللي كانوا واقفين ويلعبون مباشرة جلسوا على الارض وما راح اذكر المكان بالقصة لان هو ما قبل انه اذكر المكان او بالاحرى حتى مان طانيان وبعد ما دخلوا هذولة سألت عليهم وقلت ذولة منين جاوبني واحد وقل لي ذولة من المحافظة الفلانية وهم يجون يقيمون هيت جلسات ما سامري سألت وقلت ليش الناس اللي كانت تلعب وواقفة كلهم جلسوا وقعدوا ابتسم وقل لي خلص لا تضل السولف انتظروا شوي وشوف اللي راح يصير اتقدم واحد من عدهم وبدأ يتكلموا يا الشخص اللي يغني وبعد هالشخص اللي يغني غنى اغنية غريبة جدا صوت ما اعرف الشونه غريض وبدأ العبالك ينادي على شخص وهموا كانوا جالسين على ارض ومحد قام نهايين بعدها نفس اللي طلب هاي الاغنية قام وقف ولما قام وقف بدأ جسمه يرعش بالبداية وذاك الشخص كان مستمر بالغناء وبعدها قام يفتر حوالين نفسه بصورة بطيه وشوية وبدأ يفتر ويقرع الطبول وهاي الاصوات بدأ يفتر بصورة ورشاقة مطبيعية يفتر بهذا المكان وكانت حركاته جدا مرعبة ومخيفة بنفس الوقت وما اريد اقسم بالله مثل ما هو قسم لكن يقول عيونه صعر السواد مالته اللي فوق وصار بس البياض وصار شكله جدا مرعب ومخيف يقول ابديت اللحظة اجيت اريد اطلع من المكان بسبب الاشياء اللي جاي اشوفها لكن انشديت لهم وظليت جالس وبعدها بشوية قام شخص ثاني من دولهم اللي يجول اربعة وطلب اغنية ثاني وهذا اللي سواه شي ما توقعته ابد ومنعد هي كل شعر جسمي وقف والخوف لازمني طولي لقعدة وكنت حتى اخاف اقوم من مكاني بل واقف بالنص مالهاي الساحة وكان الصوت عالي مالهاني وكان ما يسوي اي حركة وبعدها بس قام يفتح بايده ويسد بهاي الطريقة وشوية شوية قامت ايده تسرع اكثر واكثر بحيث ما تعرف انه ايده مفتوحة ولا مزدودة من السرعة ومرة واحدة راح يركض باتجاه مجموعة قاعدين وكل ذول القاعدين خافوا من الحركة ماتت وكان الصوت عالي وصاخب بذاك الوقت وبعدها توجه على الجمر اللي مشعول وبدأ يحط ايده على الجمر هذا المشعول ويرفعها وينزلها ولما انتبهت زين بديت اللحظة لقيت انه جايز من الجمر بايده ويرفع الجمر وياكل بي وهذا الشي لما انشفته شعر جسمي كله وقف وقمت اخاف ومرعوب من المنظر هذا شلون هذا الشخص قام يأكل الجمر وبعدها قام يحط الجمر بحلقة وشايل بايده ويفتر على العالم اللي قاعدين ويشوفهم الجمر الشول حاطه بحلقة وجاي يأكل بي والشول اللازم بايده وهو ما جاي يتأثر نهائيا وانا لما انشفت هيتي وتقرب علي وكان فاتح حلقة علي ما اعرف اللي اجاني شنو حسيت مثل الوجع بظهري وخدر مفاجئ وبنفس الوقت شنت خايف من عنده ومرعوب وحتى عيوني مفتوحة وما ارمش نهائيا شنو اللي جاي يصير ما اعرف وهس صدقاني ثبت لي انه الجن موجود وينزل على بعض اشخاص شنت مرعوبة بذاك الوقت بس قلت خالص راح اكمل الجلسة وياهم وشانوا اصدقائي قاعدين يمي قلولي انت جاي تستمتع ضحكت بوجوههم في سبيل اخب الخوف اللي كان بوجهي وبعد ما كمل هذا الشخص او بعد ما كملت الاغنية هذا الشخص هدى وسكن وبدأ يصيح ابصوت او لغة ما افهمها نهائيا كأنه كان يتكلم ويا شخص وبعدها انسحب ورجع قاعد يوم جماعتين وقام الشخص الثالث اللي بيهم وراح طلب اغنية كان يريدها وبعدها كان حاط ادية ورا ظهره ويتمشى بالمجلس رايح وراجل وهذا كان يغني وبعد ما وصل بمقطع صوتي من هاي الاغنية هذا الشخص راح وداس على هذا الجمر يعني استمر بالمشو ولا كأنه اكو جمر موجود قدامي كل اللي قاعدين كانوا مفزوعين واني واحد من عدهم ولما انصارت هاي الاشياء قدامي قلت خلص اكيد حاضر الجن بهذا المكان وكان الشخص اللي يغني ما استمر بغناءه وهذا الشخص بدأ يصيح ويتكلم كلام غريب وكلام ما تفهم من عنده ولا ايشي سألت ان هو شون جاي يتكلم ويا من جاي يتكلم يقولولي جاي يتكلم ويا الجن اللي نزل عليه حرفيا بذاك الوقت جنت قاعد ويا انس ويا جن وقمت ما افرق بين الجن وبين الانس على اشياء اللي جاي ايه سووه يعني الشخص اللي يمشي عالجمر اكيد هذا مو البشر نفسه اكيد الجن متلبس بي لان لو غير شخص اكيد اذا شوية تلوح النار اكيد راح يتألم واكيد راح يحترك وهم لا ما كان يصير بيهم اي شي وما بقى بذاك الوقت غير الشخص الرابع وبعدها مثل اللي طلب اغنية منه او شي وبعدها قام يصيح بصوت كأنه جاي ينادي همي بشخص نفس الباقين لكن هالمرة هذه راح المكان ومعرف الجاب ويجي وجاب حاجة جدا ثقيلة بذاك الوقت وما يقدر شخص يشيلها والحاجة هاي كانت بعيدة ومصنوعة من الخشب مثل الطاولة الكبيرة ومستحيل يقدر شخص وحده يشيلها لازم يشيلوها اثنين لأن حتى لزمة ما بيها وكان شايلها بطريقة بسيطة جدا ودخل بيها بنص هذا المجلس وظل يفتروا بعدها شو مرها من ميدة شمر وراحت بعيد عنه واستمر يقفز بالمكان وينزل يقفز بالمكان وينزل وكانت بذاك الوقت الحالة جدا خطرة ومرعبة جنت أخاف بذاك الوقت والمفاجئ أنه ما حتشال تليفون أو صور هذا الشي اللي جاي يصير فأنا حبيت أنه أنا أصور الأشياء اللي جاي يصير ورفعت تليفوني وأول ما رفعت تليفوني قفز عليها واحد وأخذه ولما أخذه قاموا مسح التصوير اللي أنا سجلته وقال لي أنا ممنوع التصوير ما حد قال لك وهاي الجلسة اللي إحنا جالسين بيها طب أبناك الخاطر فلان وفلان على أصدقائي لأن ذونا نعرفهم موثوقين لا ترفع تليفونك مرة ثانية بعدها رجعت التليفون وانتهى الأمر بيني وبين هذا الشخص وظلت الأغاني مستمرة والتفوف اللي جاي الدق مستمرة وبذاك الوقت دخي الدوخي ما أعرف الشون والألم اللي بظهري ما راح نهائيا واللي شفته كان صادم بذاك الوقت وما أريد أحلف مثل ما هو حلف لما جاي يفترون والوضعية ما أعرف الشون صارت بذاك المكان ويقفزون قفز غريب وحركات غريبة لاحظت أكو شخص كسير جدا بالقامة نقدر نقول عليه يعني قزم بهذا الوقت شامبيناتهم شنت أركز وأفتع عيوني شنت أشوفه رايح وراد وياهم ويطب بير رجليهم ويسووا حركات مثلهم تقريبا وبعد ما ظلت أنا مركز وياه هذا اللي جاي يغني سكت اللحظة ويمكن هي الأغنية هيك وأول ما سكت كل اللي تفوف اللي وياه سكت والباقين كلهم مقفو وبقى بس هذا الكسير جدا يناظر بيا وأنا شنت أفكر أنه الكل جاي يشوفه معرف الشون اجدت عيني بعينه وأول ما اجدت عيني بعينه ارتعبت من نظرته حرفيا كان لون عيونه حمر كأنه غلوبات مش تعله بعدها اجي يركض باتجاهي أنا ولما نوصل ليمي أو لما يعني طخ بيا اختفى تماما ولما نختفى ارتعبت وظليت أتلفت وأصدقائي كلهم قالوا وش بيك قلت لهم ما أدري اللي صار شفتوا هذا الشخص الكسير كلهم قاموا يناظرون بيا ومحد مصدق بالكلام اللي جاي أقوله وبعدها ضلينا منتبهين على العالم اللي جاي تفتر وعلى الشخص هذا اللي جاي يغني وذوله اللي جاي يدقون وراء بالدفوف اللي صار أنه إيدي ما أعرف شبيه أحسها أنه جاي تتحرك وحد يعني أنا ما أريد أفتحها وتنفتح وذا أريد أسدها ما تقبل تنسد مثل اللي شنجت بذاك الوقت وديت الساعة وعبالك راح ينشل وهنا أنا يمكن نتعدد الساعة عشرة بشوية وشنت ما منتبه على الوقت أبد وبعدها بأحد الأغاني اللي أنا جاي أسمحها وكانت ما أعرف شون هاي الكلمات كأنه شخص يقل يقوم وأرقص على هاي الأغنية واللي صار بذاك الوقت ما شنت متوقعة نهائيا شنت أشعر بنفسي أنه أنا قمت أريد أفتر أو أسوي حركات حالي حال دولة الموجودين وظليت أفتر وياهم لكن كل اللي موجودين هناك ابتعدوا عني وفي سحول المجال ولما نسويت هاي الحركات جنت أشوف الناس تناظرني بعيونهم لكن ما أعرف وما جاي أفتهم ليش ومن كثر ما افتريت وسويت حركات تعبت وحسيت بصدر جاي ضيق وتعبان جدا وما أقدر أتنفس وما أعرف اللي صار لمرة وحدة سقطت على الأرض وأول ما سقطت على الأرض ما جاي أشوف عدل كأنه أكو شي موجود على عيوني أو مثل الضباب وكان واحد بيهم ما أعرف شي يقول علي كلمات وشنت ما أفتهم اللي جاي يحكو لكن انتبهت على واحد كأنه صاح بإذن بصوت عالي ويقول هذا علي شايب واللي عندي شافته هذا اللي كان يردد بي وما صحيت إلا وآني ببيت أحد أصدقائي وأول ما قعدت لقيت الوقت متأخر وواحد مننا أصدقائي فاتح التليفون ماتي وداز رسالة الزوجتي قال لها اندقت هواي وما قدرت أحكو إياها لكن كتبت لها أنه أنا اليوم أبات يما أصدقائي وهس الفجر وهي ما عارضت طبعا أنا اتفاجئت كل هاي الأحداث صايرة وأنا ما عدري وقمت أصيح علي وأقول أنت من اللي تتصل سكت شوية اللحظة وقلت لهم شون اللي صار بي واحد من عدهم ابتسم وقال خلص أكو جن هنعجب بيك ورح يخاويك لما قال لي هيك طبعا أنا شعر جسمك كل وقف قلت لا تذكر اسم الجن قدامي احتي لي شون اللي صار قال لي ما أقدر أحتي لك ولو عند تليفون بداك الوقت وأقدر أصور أو هم يخلونا نقدر نصور كان صورتك وشوفتك أنت سويت أنت عندك جن ومحد يدري بي وعجبت أحد الأغاني وقوم غصبا ما عليك كانت بداك الوقت ما جاي أصدق بالكلام اللي جاي يقولوه وكنت أنا مثل عايش بوهم يعني ساعة أقول ايه أنا اتذكر قمت وساعة قول لا بعدها ما طول ما كثبات على هذا الكلام قلت خلص ذول أصدقائي جاي يسوون بي مقلب وبعدها شغلت السيارة ورحت للبيت وكان وضع جدا طبيعي ودخلت للبيت وراذان الفجر وأول ما دخرت وراذان الفجر صحت زوجتي تريد الصلي ولما صحت تفاجر قلت ليش عجب أنت تديس لرسالة وتبات يام أصدقائك قلت لها تأخرنا بالوقت وشنا رايحين المكان بعيد وبدأ أطلع لها فيلم وقلت لها أنا تعبان وأريد أنام وبذاك الوقت حتى ما صليت ما قدرت جدا نعسان وأول ما نمت حلمت حلم بهذا الشخص اللي شفته والشخص اللي شفته صح وقزم لكن شايب ويجي يضحك بوجهي ويقل لي ما راه عوفك نهائيا وبعدها قمت أشوفه دائما بالحلم وآخر شي اتطورت عندي الأحلام مرتين شفته بالحقيقة مرة وآني بالمحطة مال البترول أو مال البنزين جنت داخل بالحمامات ولما انطلعت لقيت بالباب مال الحمامات وكلمني وقال لي أنت صديقي والمرة الثانية شفته بقاعة مال أعراس مال أحد أصدقائي وذن كان المرتين الواضحات لأن كان يكلمني وآني ظليت واقف قدامه وشنت أشوف شكله وبعدها يختفي من قدامي كأنه ما موجود أو كأنه أنت جاي تباوع على تلفزيون مكان مظلم وشخص يطلع يناظرك وبعدها تطفل كهرباء ويختفي من قدامك هيش اللي يصير بي وبأحد الأيام قبل لأنصرف من الدوام ماتي اتصل علي رقم غريب فتحت علي خط وقلت لتفضل منه قال لي أنا فلان وما عرفته قلت لتفضل ما عرفتك قال لي أنا فلان اليوم من الأيام احنا كنا بكذا مكان وإحنا كنا المهم عرفته أنه واحد من ذول الأربعة اللي جوا بالجلسة مالسامري ودعاني الجلسة قال لي أريدك تجي لهاي الجلسة طبعا ما أعرفهم ولا أي شي أكيد رح أرفض مباشرة ورفضت ابتسم أو ضحك ضحك عالي وبعدها قال خلاص براعتك وسد التليفون أول ما سد التليفون وورا تقريبا عشر ثواني أسمع بصوت يقول لي لازم تروح وتوافق وغصبا ما عليك وبدأ يصرخ بذانا ويصيح من شدة الصراخ ماتة قمت أحد أصبع بإذاني وأحركها حتى اللي ويايا موجودين انتبهوا علي طلعت أنه أنا جاي أصرف تصرف غريب جدا وما إلى أي تفسير حتى أحد أصدقائي بالعمل اللي موجودين لما شافني أتحرك هيشي يقول لي أنت جاي السوي وشنا هاي الحركات اللي جاي السويها سكتت وورا شوية نوب مباشرة أنا رفعت التليفون واتصلت علي وقلت لنطين المكان اللي أنا أجيك بي ابتسم وقال لي عرفتك رح تتصل وتجي لأن الشاي باللي عندك اللي عندنا حبه وبعد ما انصرفت من الدوام مباشرة طلعت أريد أروح لهم لأن قالوا تجي علينا من وقت والجلسة مالتنا إحنا تبدي من الساعة بالتسعة طبعا أنا اتذكر رفعت التليفون وخابرت زوجتي بهذا الوقت لكن لما نزلت التليفون ما اتذكرت الكلام اللي اتكلمته ويا زوجتي أبد ورحت عليهم ذاك الوقت والحد ما أجدتي الساعة بالتسعة وطول هذا الوقت اللي أنا به تقريبا من الساعة بالأربعة وصلت لهم ظلين جالسين بمكان ونسولف آن ويوم شانوا يقلولي ويسولفولي على الجن ويقل للجن هذا يجي ويخاويك ويصير صديق إليك ساعة أفهم كلامهم آني وأعرف هم اللي جاي يحكو وساعة وما أعرف اللي يصير بي كأنه أغيب عن الوعي فترة وأرجع يعني نص الكلام أفهمه ونصه ما أفهمه المهم ولما نوصل الوقت وصارت الساعة تسعة شانت هاي المرة الجلسة مختلفة جدا شننا إحنا قاعدين بمكان مفتوح أو تقدرون تقولون مكان صحراوي وشان عددنا قليل جدا يعني ما يتجاوز تقريبا لثلاثين شخص فقط وتقريبا عشرة من دول الأشخاص اللي كان اللي يغني واللي كان يدق دف والعشرين اللي بقى وعشرة قاعدين على هاي الجهة واللي هم هم دول اللي شفتهم أنا أول مرة أربعة وأنا صرت خامس لهم والجهة الثانية قاعدين مقابين عشرة وبدوا دول يعزفون بعزف ما أعرف الشون وأنا بذاك الوقت قاعد وما تحركت نهائيا وكان كل شخص يقوم يسووا حركات أغرب من اللي قبله وأنا كانت قاعد بس هالمرة متقبل الشي وعادي وكانوا اللي قاعدين يمي من يقومون ويرجعون يقولوا لي بعده ما نزل والظاهر ما عجبته وهسه تعجبه وينزل واحد من عندهم كان قاعد بصفي ناظر بيا هاي شي وكان يقول أنت اللي عندك طير ولا شايب كانت معرفة جاوبه ومعرف هو اللي جاي يتكلم عليه شنو واحد من عنده يقول له لا هو علي شايب وهذا الطير حبي يجي بس فوقه لا أكثر ولا أقل جنت أناظر فوقه ما جاي يشوف أي أحد لا طير ولاكو شايب وراي ولاكو أي شخص والأغانة كانت مستمرة والصوت كان مستمرة وشاعلين نار والوضعية طبيعية واللي صار حسية ألم بطني مو طبيعي من شدة الألم أنه أنا نزلت رأسي وانحنيت شفت شغلة طلعت من عندي وهاي الشغلة ما أعرف شونها كأنه مثل السوادة وبعده اللي صار من بعد شوية عني شفت هذا الشخص القزم نفسه ووجه وجه شايب شان يلتفت علي ويبتسم وبعدها أنا أول ما شفت هيشي قمت مباشرة ورا لا شعوريا ولما قمت وراه هو ظل واقف وبعدها أنا تقدمت على هذا الشخص اللي قاعد ويغني طلبت من عندها أغنية ولما انطلبت من عندها أغنية اللي سويت بذاك الوقت مو طبيعي كل اللي موجودين كانوا يخافون من حركتي وكلهم أباوع بعيونهم كانت بيهم نظر ما الخوف وشنت كل شخص أفوت من يمه أو أصير يمه واحد يقول عنده ثعبان واحد يقول علي طير واحد يقول علي شايب وكل واحد أفوت من يمه يقول كلمة علي أغرب من الكلمة الثانية لكن أشوفهم شون هم مرعوبين وبعدها ما أعرف اللي حسيته شنو بس قمت أشوف سواد بسواد وبعدها رجعت للرؤية لكن الرؤية اللي أنا أنظر بيها مو نفس الرؤية العادية وما راح أقدر أفسر اللي صار قمت أشوف ألوان مختلفة جدا ولا كأنه آن بهذا المكان صحي قاعدين أشوفهم لكن عيوني ما جاي أشوف الألوان الطبيعية اللي كنت أشوفها قبل شوية وأنا جالس وبعدها ظل الوقت يمشي أكثر وأكثر وبعدها رحت قاعدت ووراها قمت هم نفس الشي تحركت وسويت شغلات مو طبيعية ولعبت حال حال الموجودين ورجعت وها المرة ما فقدت الوعي نهايين بعدها كل اللي موجودين واحد قام يشكر اللاخ ومعرف اللي صار ولمينا يلقعدها كلها وصعدنا بسياراتنا وريد نمشي ولما نجيت هري دمشي شنة ما منتبه على الوقت نهايين عبالي صارت الساعة ب12 أو بالدعش وانا ردرجع الزوجتي واحد قال لي خلص الوقت جدا متأخر وما ضل شي عالصبح لما قال هاي الكلمة اتفاجئت طول الوقت اللي احنا موجودين بي ماشي وانا ما ادري واصلت الساعة لحد الاربعة وانا ما اشعر ولا ادري اتفاجئت جدا يوم رفعت التلفون ما زوجتي ولقيت همام اتصل علي نهائيا ولا كاتبت لرسالة استغربت جدا من عده ما اتصلت عليها وما حبيت اقلقها لكن ظليت قلقان وخايف بعدها قلت لهم ما اقدر زوجتي ما اتصل علي وخاف صاير لهم شي ورجعت للبيت طبيعي وبذاك اليوم لما رجعت للبيت ما رقيس زوجتي بالبيت وتفاجئت وما قدرت انتظر للصبح مباشرة قمت واتصلت بتلفونها مرة ومرتين وثلاثة واذن الفجر وانا اتصل عليها بعدها هي اللي رجعت اتصلت علي وسلمت عليها قلت لها انت وين روح البيت اهلك اليوم لان انا راحبات برا وانا اخدت ابني وطلعت لما انقالت لهيك ما قدرت احكي وقلها لا انا ما قلت سديت التلفون وقعدت اتذكر انو انا قلت لها ولا لا دخلت جدا وبعدها سمعت الباب البرا تندق وقلتي يمكن جدتي ورجعت لان كانوا بيت اهلها قريبين مو بعيدين واللي صار اول ما راحبت تفتحت الباب لقيت هذا نفسه وقف لي بالباب قال كل شي ما رايد من عندك على مدلاث ظل دايخ والسولف انت خوي وانو ياك اصدقاء انا اللي تكلمت بمكانك وانو اللي حاجيت طبعا اول ما قل لي هذا الكلام خفت من عنده جدا وارتعبت ظليت افكر بشغلات دقيقة جدا قلت هذا حجب مكانو انا مادري احتمال يقدر ينام حتى ويا زوجتي واني معرف واللي صار بيا بذاك اليوم شي معرف الشون اول ما فكرت بهذا الموضوع اجا وظل يضرب بيا ويقل لي انا خويك ومستحيل اسو هذا الشي ومن شدة الضرب اللي ضرب نيا وكان قوي بالضرب مات نمت وما قعدت الا الصبح على صوت الهوس الموجود بالبيت زوجتي كانت تنظف بالبيت واني مادر ولما قعدت لقيت الوقت متأخر واني حتى للدوام ما رايح وبذاك الوقت قلت زوجتي ليش ما قعدتيني قلت لي انا جيت من الصبح للبيت لكن قعدت قلت لي ما راح اروح اليوم للدوام ورجعت تكملت نومتك وهس صار الدنيا الظهر وانت بعدك ما قعد ظل تفكر انا قعدت ولا ما قعدت تيهت كل شي وكان جسمي تعبان جدا المهم رحت الشخص اعرفه وهذا يقرأ قرآن عن ناس وصديق لي قلت لان اللي صار لي كذا وكذا وكذا بدأ يقرأ علي قرآن قرأ قرأ احساس لا بخدر ولا اي شي ثاني واستمرت تقريبا ثلاثة ايام بشكل يوم اروح له لكن باليوم الرابع اللي صار كان هذا القزم وهذا الشخص موجود عليه وقدر هذا الشيخ يستنطقي ويكلم لكن قل انا رح اخرج وارجع مرة ثانية الجسد وخرج من عندي وبعد رجع مرة ثانية الجسدي وشنت اشعر بوجوده لما اشعر بخدر بظهري وحس انه ظهري بوجع وبعدها يختفي الالم والخدر شوية شوية يبدأ يختفي الادريجين اعرف انه موجود علي وظل مخاويني تقريبا مدة طويلة جدا وقمت يوميا اروح للحلقات مال السامري او كل ما صير حلقات مال السامري اتواجد بها اول واحد وكل الاشخاص اللي يعرفوني يدرون بيا انه انا عندي جن قوي وفتاق ومو كل الكلام ينحتي وما اقدر احتي غير هذا القدر واذا هو يفيد ني يفيد ني وما راح اسول لك وهو فايد ني بوجوده ويا وانت اسأل متابعينك والناس اللي يتابعون هيك مواضيع وهم راح يجاوبونك على جميع الاسئلة المختلفة اللي راح انت تطرحها انا ما راح اسأل اي شخص بس اي شخص موجود عندي ويعرف بهاي الامور او اقارب ويعرف مية بالمية مو مجرد كلام لان انا ما ارد ابحث على الموضوع الموضوع احتمال شبير جدا صدق الجن يصير صديق للانسان بهيج حالات وليش الجن يطلب فدع اغنية معينة وليش يسوون هاي الجلسات مال السامري اي شخص من دول الخليج احب اسمع من عندك الكلام ولهنا انا وتنتهي قصتنا لكن قبل اسد الفيديو اترجاك اذا انت ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس لان كل الفيديوهات جا يتعب عليها جدا واللي ما يعرف بيه انو انا اشتغل بالنهار وبالليل اسو الفيديو امنتجه واحتمال ارفع الصبح او لما ارجع من الشغل جدا جا يتعب كل وقتي هو للشغل والمتابعين مالتي وهذا الشي اكيد هم يستاهلون وحبكم في الله ومنتظر اردكم بالتعليقات وانتظروني غدا القصة جديدة ان شاء الله